نواصل تغطيتنا الخاصة للحدث اللبناني وتداعيات استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري بتسليط الضوء هذه المرة على أبرز ردود الفعل الداخلية والأقليمية وبتناول أثر هذه الاستقالة على صراع القوى في المنطقة وإعادة تشكيل التوازنات في ظل المناورات الإيرانية وأذرعها المختلفة على كل المحاور والجبهات لكننا سنبدأ أولا باستعراض المخطات الأبرز في مسيرة الحريري على رأس الطاقم الحكومية نحو عام واحد هي الفترة الفاصلة بين التسلم سعد الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية واستقالته فترة زمنية شهدت عدد من المحطات الخارجية والداخلية فعلى الصعيد الداخلي اللبناني أقرت الحكومة قانونا جديدا للانتخابات يعتمد في أساسه النظام النسبي حيث من المقرر إجراء انتخابات نيابية في مايو المقبل بعد أن مدد المجلس النيابي ولايته عدة مرات كما وافقت حكومة الحريري على قانون الموازنة العامة لعام 2017 وذلك لأول لمرة منذ 12 عاما ومررت الحكومة اللبنانية قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي يضمن تحسين الأجور وفقا لمعدلات التضخم سياسيا شهد عهد الحريري سجالات وأزمات عدة أحداثها مشاركة وزراء من حكومته منتمين لحزب الله وحركة أمل في معرضا اقتصاديا بسوريا لإعادة الأعمار رغم رفض الحريري وشخصيات سياسية أخرى لتلك الزيارة وعلى صعيد المفاجآت وافق سعد الحريري قبل أيام فقط على قرار تعيين سفير لبناني جديد لدى دمشق على الرغم من موقفه الرافض لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية دوليا أجرى سعد الحريري زيارات لعدد من الرؤساء المؤثرين كان أهمها لقاؤه الرئيس الأمريكي دونالد تراب فخلالها انتقد ترامب بشدة ميليشيات حزب الله اللبنانية معتبرا إياها تهديدا للدولة والشعب اللبناني والشرق الأوسط برمته بعدها كان اللقاء بين الحريري ورئيس الروسي فلاديمر بوتين في مباحثات تناول الدورة لبنان في إعادة إعمار سوريا سعد الحريري حل كذلك ضيفا لعدة مرات على الرياض التقى خلالها العاهلة السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كما التقى الحريري أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تناول معه علاقات البلدين بعد ثبوت تورط ميليشيات حزب الله في خلية العبدالي الإرهابية والآن إلى هذه القراءة السريعة في المواقف والردود الفعل الأولية على استقالة الحريري نتابعها معك سامي في جولة سريعة ومقتضفة ردود الفعل روبير تضاربت بشأن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بين المرحب والمتخوف والرافض لهذه الخطوة فور أعلان الاستقالة مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أصدر بيان قال فيه أن الرئيس العماد ميشيل عون تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود خارج لبنان وأعلمه باستقالة حكومته البيان أشار إلى أن الرئيس اللبناني ينتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت للاطلاع منه على ظروف الاستقالة ليبني على الشيء مقتضاه من جهة أخرى قطع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري زيارته إلى مصر وقرر العودة إلى لبنان لمتابعة تطورات استقالة الحريري أما وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل فعمم على المسؤولين في التيار الوطني الحر والوزراء والنواب بضرورة التزام الصمت وعدم التعليق على استقالة الحريري في الوقت الراهن في حين حيى الرئيس اللبناني السابق ميشيل سليمان سعد الحريري على موقفه وقال كفى أن يكون هناك جيشان مؤكدا أنه يجب سحب حزب الله من سوريا ووضع استراتيجية دفاعية الرئيس اللبناني السابق ميشيل سليمان شدد على أنه لا يمكن لدولة أن تبني دولة داخل لبنان من ناحية أخرى قال رئيس الحزب تقدمي الاشتراكي النائب وليد جونبلاط إن لبنان أكثر من صغير وضعيف كي يتحمل الأعباء الاقتصادية والسياسية لهذه الاستقالة مشددا على أنه كان وسيبقى من دعاة الحوار بين السعودية وإيران وفي أول ردود الفعل الدولية والإقليمية رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسم اتهامات الحريري لإيران بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية واصفا إياها بالواهية وقال إن استقالة الحريري ستؤدي إلى التوتر في لبنان والمنطقة الخارجية الفرنسية من جهتها دعت جميع الأطراف اللبنانية إلى التحلي بالمسؤولية بعد استقالة الحريري مشيرة إلى أنه يجب أن لا ينزلق لبنان إلى دوامة العنف إذن هناك ترحيب كما شاهدنا ولكن برغم من هذا الترحيب هناك قلق دولي من أن ينزلق لبنان مرة أخرى إلى التجاذبات السياسية إلى حمل السلاح بين الفرقاء بعضهم لبعض ربما هذه التجاذبات أمر واقع ويومي في لبنان ينضم إلينا من بيروت الصحفي جاد يتيم جاد أهلا بك عبر سكاليوس عربية بالتمام قبل 24 ساعة كنت ضيفنا في زيارة علي أكبر ولايتي والاستضافة تجددت هذه الليلة كنت توقعت بأن كلام علي أكبر ولايتي من دارة الحريري ومن السراي الحكومي عندما قال إن إيران تحمل لبنان سيؤدي إلى انفجار كبير وهذا فعلا ما حصل ظهر هذا اليوم هذه المعادلة بأن يرد الحريري على طهران على موقف علي أكبر ولايتي الذي أخذ بيروت وأخذ الشعب اللبناني إلى هذا الأتوب من الحروب كيف تقرأ تسارع الأحداث اليوم يعني للصراحة حاول ساعد الحريري منذ أكثر من عام منذ انتخاب ميشيل عون رئيسا الجمهورية حين توصل إلى هذه التسوية التي تقضي بانتخاب عون وتشكيل حكومة مع خصومه وتحديدا مع رأس حربة في خصومه وهو حزب الله أن يحاول تجنيب لبنان قدر الإمكان النيران التي تحيد بنا في المنطقة من سوريا إلى العراق وإلى كل هذا الصراع المذهبي في المنطقة والحقيقة قدم العديد من التنازلات أبرزها أن تأتي بخصمك رئيسا للجمهورية ولكن كل تسوية حماية لبنان وهذا ما قلته بالأمس حماية البلد تقتضي من الخصمين أن يقدم تنازلات ما كنا نراه خلال هذه السنة ومنذ التحديل لانتخاب ميشيل عون رئيسا أن هناك طرف واحد في لبنان كان يقدم التنازلات يتحمل عبئ كل شيء بينما الطرف الآخر وهو حزب الله واستتباعا ميشيل عون يعني غالوا في الإطاحة بكل سياسة النائب النفس يعني ذهبوا بعيدا في التبجح في العلاقة مع سوريا مع إيران في الخيارات الإقليمية المعادية لرئيس الحكومة وتواجه فريقه وحلفائه من دون الأخذ في الاعتبار أو ربما لم يتوقعوا أنه سيقدم على هذه الخطوة لأنه ظنوا أنه لهجة الحوار التي يخاطب بها الفرقاء دائما ستستمر ولكن ما حصل وأعتقد أن الإعلان اليوم عن هذه الاستقالة وبالشكل الذي حصل من الرياض على شاشة قناة معروفة يعني بهذه الطريقة هو إعلان رسمي على دخول لبنان ساحة من ساحات الصراع الإقليمي بين المحور العربي من جهة والمحور الإيراني من جهة هو إعلان حرب على هذا المحور في لبنان السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن يتبلغه هذه المواجهة في لبنان تأثير تهراء على القرار اللبناني الحقيقي كان رد الأسبوع الماضي أيضا على كلام روحاني المباشر هو التزم الصمت بالأمس بعد زيارة علي أكبر ولاية وجاء هذا الرد اليوم في خطاب الاستقالة الأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات ولكن المواقف الداخلية التي ظهرت اليوم هل تبدو ضعيفة يعني وليد جملات يعيد إلى الذاكرة في هذه التغريدة ما حصل في سبع أيار والقمصان السود كيف تم تطويق قصر كليمانسو أيضا كل الأطراف كل أطراف سياسية في العاصمة بيروت لديها أيضا هذه المخاوف ولهذا السبب التزام يعني صمت مطبط من شريحة واسعة من الطبقة السياسية اللبنانية بعد الاستقالة نعم يعني هو السبب الأساسي للصمت أولا هو الصدمة لأن الاستقالة أحدثت صدمة كبيرة لأن المقربين جدا من سعد الحريري لم يكونوا على اطلاع بأن هذه الخطوة مقبلة لأن كل سلوك سعد الحريري لم يشي لم يشي بأنه مقبل على هذه الخطوة ثانيا المواقف المترقبة والحذرة إذا لاحظنا هي مواقف 8 أذار يعني حسن نصر الله سيتكلم غدا في خطاب حول الاستقالة ميشيل عون قال أنه ينتظر عودة سعد الحريري لبحث الاستقالة فبعتقد ممكن ينطر كثير لا يرجع إذا هيك الخيار وفي موقف بارس صدر لسليمان الفرنجي وهو ركم من أركان 8 أذار والمرشح السابق للرئاسة وقال نحن لا نعرف ظروف الحريري للاستقالة ولكن لن نرضى بشخصية سنية تستفز البيئة السنية غير الحريري هذا يعني أن تكرار سيناريو القمسان السود والإتيام بشخصية سنية هزيلة كنجيب ميقاطي عبد الرحيم راد من هذا الصف هو أمر يعني لا نستطيع تكرار أمر 2008 لا نستطيع تكرار ما حصل مع حكومة نجيب ميقاطي وغيره السؤال هو شو الخطوات التالية هل سيتم سحب وداع خليجية في مصر فبنان المركزي السؤال اللي بعده هل هناك خطة للمواجهة يعني الحريري وفريق السياسي والفريق الإقليمي الذي يدعمه فيه عنده خطة ولكن فهذه الاستقالة ألم تمنع كل هذه التدعيات استبزاز الدول الداعمة لأربعة عشر أذار والداعمة للحركة الاستقلالية في مواجهة سيطرة طهران وما كانت تقوم به دمشق في بيروت يعني علينا الاعتراف بشيء أنه في هذه التسوية ارتكبت خطيئة لا يمكن الرجوع عنها وهي الاتيام بميشيل عون حليف حزب الله رئيس الجمهورية ميشيل عون حاليا هو بموقع أميل لحود آخر لمدة خمس سنوات هذه حقيقة يعني لا شيء يجبر رئيس الجمهورية على الاستقالة قبل انتهاء ولايته ورئيس الجمهورية توجهات وتصريحات وهي كانت أحد أسباب هذا الانفجار معروفة أو على الأقل إذا أنا بدي أكون حسن النية هو واقع تحت تأثير حزب الله فقبل هذه التسوية كنت على الأقل تعيش في مساكنة وليس فيها رئيس معادي لخط القوى الاستقلالية الآن هناك رئيس يعني هو حليف حزب الله هذه الحكومة ستستمر في تصريف الأعمال لمدة طويلة لأنه لا أتوقع تشكيل حكومة أبدا لأنه خلص الحريري اليوم لم يربط استقالاته بملفات داخلية لبنانية ربطها مباشرة بالصراع مع إيران في المنطقة كقوة مخربة وبأذرعها في لبنان وفي المنطقة هذا يعني أن الصراع مفتوح والتسوية يعني غير ممكنة على الأقل في المدى المنظور السؤال هل يعني قبل كان هذا الخلاف موجود ولكن كان في اتفاق قليمي ضولي على مظلة أمنية أنه لبنان في خلاف سياسي نجمده ولكن أمنيا لا يطاله أي مكروه هل ما يزال الاتفاق يعني بشكل مظل أمني أو سنشهد اختيالات وتفجيرات هل هذا يتيح حربا إسرائيلية على حزب الله باستقلال هذا الخلاف الداخلي والشرخ الواسع هذه كل أسئلة صارت مطروحة الآن أنه هذه المرة هناك قرار جدي يعني شكل الاستقالة لا يوحي بتسوية بل يوحي بفتح جبهة وبالتالي هنا سيد جاب جاد يعني ترميم 14 أذار يحتاج إلى الوقت نعم وهنا في أي موقف تضع استقالة الحريري الرئيس ميشيل عون يعني ما الخطوات التي يمكن أن يتخذها سيد ميشيل عون لأنه التسوية باستقالة الحريري تقريبا سقطت نعم يعني أنا أعتقد أنه من فريق 8 أذار الخاسر الأكبر من استقالة سعد الحريري هو ميشيل عون لأنه سعد الحريري حاول طوال هذه المدة وكان رهانه يعني أنه ميشيل عون يمكن أن يتميز عن حزب الله وأنا أعتقد أنه يمكن لو كان يعني كل هالحلع من بيروت يعني ما قاله وليد جنبلات وغيره من هذا الترقب ما كان ليصدر لوما أنه حزب الله عنده ميليشيا مسلحة ويمكن أن يرتكب سبع أيار أخرى يعني ويهدد باستلاح الخيارات السياسية وإلا لو ما هيك يمكن كان استطاع ميشيل عون أن يفرد تمايزا في السياسة هلأ ميشيل عون مجبر يعني سواء عاد الحريري إلى لبنان أم لم يعد مجبر على قبول الاستقالة لأن الحريري مصرع الاستقالة يعني بروتوكاليا سيجعل الدماء خطية وبالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة الخيارات هنا هل تعود غالبية نيابية وتسمي الحريري رئيسا للحكومة وبالتالي يصبح الرئيس المستقيل والرئيس المكلف في الوقت نفسه أم هل يعني بيضغط حزب الله وبطريقة أمنية ويفرض تسوية شخصية سنية أخرى من صفه لرئاسة الحكومة وهون ميشيل عون رئيس جمهورية حين يدعو للإستشارات فالإستشارات ملزمة يعني حتى لو كان هو إستشارات ضد ما يريد لا يستطيع إلا أن يلتزم بما قاله النواب ولكن سواء سمي الحريري رئيسا للحكومة مجددا أو سواء سميت شخصية سنية أخرى لن تتشكل حكومة جديدة لا على يد الحريري ولا على عهد أي رئيس مكلف آخر ستبقى حكومة حريري هي حكومة تصريف الأعمال هذا ينعكس طبعا على الدورة الاقتصادية ينعكس أن كثير من الدول المانحة لا تستطيع القيام بمشاريع مع حكومة لبنانية لا تجتمع إلا للضرورة هذا تصريف الأعمال وبالدستور يبقى الرئيس المستقيل هو الرئيس الموجود في السراع الحكومي وهو رئيس الحكومة حتى يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة باختصار لو سمحت لأنه من خلال نستمر بانتخابات نيابية اسمح لي على المقاطعة ولكن باختصار لأن الوقت دهمنا من خلال ردود الأفعال الداخلية في لبنان كيف نتوقع شكل التحالفات والاستفافات هل ستتشكل استفافات جديدة أم سيتم تكريس 14 من أذار 8 من أذار أم ماذا يعني من الواضح أولا أنه استقالة الحريري مهما كان سيكون عليه موقف سمير شاجع وهو موقف حاسم استقالة الحريري هي تعبر عن مزاج حقيقي وشعبي أو على مستوى القيادات في القوات اللبنانية وفي المستقبل وفي 14 أذار بأنه يجب مواجهة حزب الله هذا أمر لا يجب إخفاله هذا مطلب كبير وهو تحقق أنا أرى أن الاستفافات القديمة يعني سعد الحريري وسمير جعجة سيعدان إلى حلف واحد ولي جمبلات لن يعارض لأنه هذه المرة أنه يا معنى يا ضدنا ولي جمبلات لن يستطيع كما المرة السابقة تسمية رئيس وسطي سليمان فرنجيو من 8 أذار أعلن ما أعلنه اليوم أنه نحن لن نكون ضد خيارات لا يوافق عليها سعد الحريري هناك استفافات جديدة ولكن ليس هناك من استفافات حاسمة تستطيع أن تذهب منفردة في حكم البلد يعني هناك رئيس جمهورية وهناك قوى معطلة أما سياسيا وأما بالسلاح بالأزمة طويلة الصحفي جاد يتيم طبعا سنتابع معك في حلقات مقبلة مسار هذه الأزمة المفتوخة والطويلة كما أشرت كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك يعني كول